بعد غزوها الثقافي للعالم العربي عبر الدراما التاريخية بدأت تركيا استراتيجية جديدة تستهدف الترويج لأفكار حزب العدالة والتنمية بين العرب رئاسة الشؤون الدينية التركية أعلنت اعتزامها إصدار مجلة باللغة العربية لنقل تجربة العلوم الدينية التركية إلى العالم الإسلامي المطبوعة الجديدة تحمل اسم مجلة الديانة العلمية العربية وصدر عددها الأول في ديسمبر لعام 2019 وبذلك تكون المطبوعات الصادرة باللغة العربية في تركيا قد تضعفت ست مرات ويرى مراقبون أن أردغان يسعى من وراء التجربة إلى زرع أفكار حزب العدالة والتنمية الذي يقوده في العقول العربية ضمن خطته لتوسيع النفوذ وإعادة ما يسميه أمجاد الإمبراطورية العثمانية وكانت تركيا قد أدرجت محاول الدين والتعليم ضمن خطتها لتتريك المناطق السورية التي تسيطر عليها من خلال الفصائل المسلحة الموالية وفي هذا الصدد قامت جمعية شباب الهدى بتقديم خدمات اجتماعية وأنشطة دينية في منطقة أفرين بمحافظة حلب وذلك بالتعاون مع وقف الديانة التركية الجمعية تنظم دورات دينية للأطفال والبالغين في مدينة أفرين والبلدات والقرى التابعة لها فيما بدأت مؤخرا بمشاريع إنشاء جامعات تركية للسوريين من أجل تعميق عمليات التتريك